مالذي بلش خنور على التكليفة بتاعته حوالي 5500 دولار دفعتهم اسلامي كليف في السويد مع الحكومة السويدية والعمال اللي هنا والاهالي تبرعوا بالعمل بتاعهم اللي كان يساوي حوالي 400-500 دولار للجهد بتاعهم والمواد الخام اللي هم جابوها البئر ده اتعمل او تبنى سنة 2014 شكرا للحكومة السويدية وشكرا للمتبرعين اسلامي كليف في السويد على هذا من 2014 الى الان يعمل والنظام اللي هو الطاقة الشمسية ده علشان تولدنا الطاقة يعني هو يعني النظام الطاقة الشمسية زائد البئر زائد المسورة اللي هي بتودي المية لغاية القرية اللي فيها اكتر من 30 اسرة يعني حوالي 250 فرد تقريبهم استفادوا من هذا المشروع ده كله تكلف حوالي 7000 دولار 7000 دولار لكنه ما زال يأتي بالماء الصالح للشرب للحيوانات ولل البشر البشر علشان يعيشوا ونقلل عدد المرضى ونسبة المرض في هذه القرية نظام اللي هو الشمسي الطاقة الشمسي ده كان في الاول موجود على السطح البئر لكن الهواء كان بيه او الريح كان بيه بيوقعوا كتير جدا فالاهالي بمخهم النظيف وطريقتهم مبدعة عمر النظام اللي هو علشان امرين الامر الاول ياخد اكبر نسبة من الطاقة الشمسية وعارفين حركة الشمس هنا بتمشي يمين وشمال والامر التاني علشان ما يجيش ريح قوي يختلعوا زي ما كان هو موجود فوق هنا واختلعته الريح اكتر من مرة فنشكر الاهالي المبدعين والحل هو حل الاهالي نفسهم وجود الحل يكون من اهل البلد نفسها والحل لمثل هذه المناطق هو التنمية 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 وندقى للشباب انه دائما 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 لابد علينا ان نهتم بالتنمية ومن اهم عامل التنمية المياه الصالحة للشرب والتعليم وبناء الاسواق وبناء الحرفيين وتعليم النساء والاطفال الى اخيرا واجزاكم بالله خيرا ونلتقي في قرية اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة